في الوقت الذي يحيي فيه العالم اليوم الدولي لضحايا عمل العنف القائمة على أساس الدين والمعتقد بهدف إيصال رسالة مفادها وجوب إيقاف كل أشكال الانتهاكات ضد الإنسانية إلا أن الوضع في العراق ورغم محاولات الحكومة الإيحاء للعالم بأنها تقود دولة مؤسسات تحمل مدنيين وتصول الحقوق وفق القانون إلا أن الفوضى الأمنية والهجمات المسلحة وما يرافقها من عمليات ثأر وانتقام بدوافع طائفية تنفذها الميليشيات الطائفية ضد المدنيين تؤكد بأن العراق أبعد من أن يكون دولة سلمية بل إن الفشل كان صفة هذا العراق طوال الثمانية عشر عاما الماضية وفقا للتقارير التي تصدرها مراكز بحثية دولية مثل مؤسسة ميرسل النمساوية ومع سياسة الإفلات من العقاب القائمة فإن معدلات الانتهاكات تزداد وطيرتها بالتزامن مع مواسم الانتخابات ومحاولة أحزاب طائفية متنفذة استغلال نهج الطائفي لأجل التحشيد إعلاميا لآيدلوجيتها عبر التلويح بمخاطر وهمية تضمن من خلالها كسب أصوات لفئات اجتماعية غيبت عنها الحقائق عن عم ضمن ما تعتبره كتل سياسية طائفية مناطق لحاظنتها الاجتماعية ملفات النازحين والمعتقلين وترهيب الناشطين وملاحقة المتظاهرين وغيرها من الانتهاكات التي أثقلت ملف العراق بالتقارير الموثقة من قبل منظمات حقوقية مثل هيوم الرئيس ووش والعفو الدولية جعلت من العراق الحالي رهينة لأجندات حزبية ومساومات سياسية ورغبات إقليمية باتت تؤكد كلها بأن لا نهاية لدائرة العنف والفساد في العراق بحسب تقرير جديد لموقع انترناشنال بوليسي ديجست عنف وفوضى وتعذيب وتهجير قسري وغياب لسلطة القانون بالكامل أبرز سمات العراق الجديد الذي أصبحت دولة طاردة لسكانها ومستنزفة لمقدراتها وعلى مرأة ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يجد غضاضة أو حرجا في إبرام أنظمته السياسية اتفاقات مع الحكومات المتعاقبة في العراق بعد العام 2003